بالموضوع ده طلب احاطة برضو مهم ومسألة استدعاء 11 جهة حكومية دي حاجة كبيرة ما هياش قليلة طلب الاحاطة مهم ليه مهم بمنطقة البساطة احنا هنا بنتكلم انه النائبة لديها ما يفيد انه في عمليات بيع واسعة او دون رقابة حقيقية للاطفال في منتج التبغ سجاير يعني لما نائب بيتقدم بطلب احاطة هو ما بيقدموش على الهوى عشان برضو تبقى عارف هو بيقدمه بناءا على مجموعة من الحقائق والارقام هو بيبحث عنها او بتسقط بين يديه فيبدأ يشتغل عليها يقدم طلب الاحاطة ويقول يا جماعة طبقا لطلب الاحاطة ده انا كده شايف انه الجهات المسؤولة اللي احنا محتاجين نناقشها هي الجهة الفلانية والعلانية والتبتنية الاخره في الحالة بتاعة نائبة غدا علي 11 جهة حكومية وعجبني بالمناسبة انه مجلس النواب مش بس بيناقش الامور اللي هي ايه تبدو امور براقة لماعها الا اجور الجمارك الضريب الاتفاقات لا وهذه الامور هي امور شديدة الاهمية يا الحفاظ على صحة الولاد وازاي تبع لهم تبغي دي حاجة يا كرسية جنت تعال نخب معنا على التليفون بكل الترحيم النائبة غدا علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اهلا 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 تابت النائب اهلا يا صاحب ازاي كغدا من غير استاذ ولا حاجة احنا زملاء واصدقاء اه انا كنت لسه بشرح بقول طلبات الاحاطة يا جماعة هي مش طلبات اه فقط بتيجي بالعاطفة بيبقى عبارة عن انه النائب اهتم بقضية فجمع عنها مجموعة من الحقائق او الارقام او اسقطت في يده مجموعة من الحقائق والارقام فبدأ يتأكد منها وبناءا عليها بيقدم طلب الاحاطة نعايز اعرف شفتي ايه غادة او ايه المعلومات اللي بين ايديكي خلتك تستشعري هذا الخطر لدرجة استدعاء 11 جهة حكومية مبدئيا يا يوسف فكرة ان انا اتشعر الخطر واترصد الموضوع الموضوع ببقاش محتاج ترصد حضرتك لو نزلت اي تجمعات شبابية لو رحت اي نوادي لو مشيت في اي تجمعات شبابية هتلاقي الاطفال اللي هم أقل من 18 سنة عند المدارس التجربية والمدارس الدولية في مستويات معينة هتلاقي ان بقت في منافسات ما بين الولاد الى اقل من 18 سنة في موضوع تدخين البيت تدخين السجارة الالكترونية لان هي ما بقتش من النوع المنفر زي السجارة التقليدية وريحة السجارة التقليدية وبتتعرف وبتتشاف لا بقت بجونكهات بالفراولة وبالشوكولاتة وبالفانيليا واشكال محببة واشكال ملونة والوان طلع تريند بالنسبة لهم بعكس السجارة التقليدية اللي عليها ثور تحذيرية زي ما القانون بيقول فالموضوع بقى جاذب للأفصال جدا خصوصا انه بيتم الترويج لانه ان دي مش مضرة وده من العبارات المضللة اللي يمكن يعني منظمة الصحة العالمية نافتها دول تتير بتتكلب ان لا هي مضرة والمناكهات اللي موجودة بتؤدي الى على الامد الطويل لمواد مصرطنة فبقى فيه اساسا فيه مخاطر احنا بنتكلم دلوقتي يعني بمناسبة سلامة على ان مجلس اللي هو بدأ بيهتم حتى بالقضايا مش اللي هو البراقة بالقضايا اللي بتمس البنية التحتية للدولة شبابها احنا ولادنا بيتخطفوا وبيشتقطبوا حتى من هويتنا المصرية احنا ولادنا بتبص تلاقيهم في التجمعات اللي هي الالكوباوز او فيه اماكن تجمع الشباب دلوقتي في مختلف الاماكن هتبص تلاقي الولاد بيشربوا البيب والدخمة بتاعته بتطلع مفيش اي رابط مفيش اي تقنين بلاش ابعت اي تصل تحت ال 18 سنة لاي سوبر ماركت يشتري سجاير سواء السجاير التقليدية او البيب او الايكس وشوف لي صاحب المتجر هيطلب منه وطلع له البطاقة ولا لا اتحدى اتحدى ان يكون فيه صاحب متجر بيبيع لستحت سنة 18 بالبطاقة او الرقم طيب ايه ابرز؟ طيب ايه ابرز؟ صح طبعا طبعا ولو ما بعش بالرقم القومي لاما بيتصادر البطاعة يغلق المحلي يدفع الغرامة يتحبك عند العود لناس المشكلة ماركة وهو مشروع قومي وقضية رأي عام ما ينفعش جهة واحدة هنبقى بندن او بنتخاطب في ناحية واحدة حضرتك عندك طبعا وزارة الصحة وكان مستدعى من وزارة الصحة ممثلين عن وزارة الصحة ممثلين وزارة الصحة اللي موجودين نفسهم قالوا احنا حاسين بالمشكلة واحنا نفسنا اباء وامهات واحنا نفسنا كممثلين عن وزارة الصحة وده مثبت في المطبطة في اللجنة ما نقدرش لوحدنا كوزارة الصحة نقنن ونحكم التحول في بيع التبغي للأقل من 18 سنة انا محتاج اكتر من وزارة واكتر من جهة ابرازها يا يوسف اولا وزارة الصحة طبعا ثانيا وزارة التربية والتعليم عشان ده فين الناشئة فين التوعية وفين حتى الاخصاء الاجتماعي اللي كان موجود في المداري الزماني اللي بيتكلم مع الولاد ثانيا دور وزارة الشباب في التوعية برضو المخاطر وتفصيح العبارات المضللة ان هو مش اقل ضررا ولا حاجة ثانيا مجلس القوم للأمومة والطفولة الاجهزة الاعلامية نقابة النهل التمثيلية ونقابة الموسيقيين لان بقى فيه دلوقتي بين الممثلين والشباب والموسيقيين الشباب او المطربين الشباب والبلوجرز الشباب بيقوموا بحملات ترويج هل هم على ذراية بان قرار وزير الصحة في سنة 2021 قال ان من انواع السجاير ويعامل معاملة التبغ التقليدي نفس نفس المعاملة في القانون هي الفيب والسجار الالكترونية هل هم على دراية انه طالما بيعامل الفيب والسجار الالكترونية المعاملة للسجار العادية يبقى وفقا للقانون ممنوع الترويج ممنوع الوضع في عروض براقة اثنين وعليها واحد مثلا ممنوع ان انا استخدموا واروج لي في الاحتفالات الديناميرية للشباب هل هم على دراية يبقى نجيب المسؤولين عن الثقافة وعن التربية والتعليم وعن الامومة والطفول وعن الشباب والرياضة وعن حتى التنمية المحلية عشان الابشاك اللي جنب المدارس بتبيع لسن المدارس ولا لا يعني هو كان فيه ملحمة انسانية الحقيقة وانا يمكن قلت اتكلمت على قد مقدر بالقانون وبالورقة والقلم والمواد واللوايح وخلصت كلامي وبدأت كلام ثانيا انا بكلمكم كأم وكل أم وقب موجودين في اللجنة حاسين بالمشكلة يوسف احنا عندنا واحنا بنتكلم في الصحة النفسية دلوقتي على مستوى الدولة كلها وقد اهتمام كبير جدا هل احنا عارفين الأطفال اللي يقل من 18 سنة بيجيبوا فلوس الحاجات دي منين؟ الحاجات دي غالية ازاي السجائر العادية الحاجات دي ما بين الستمية والالف وستمية جنيه والمستعمل منهم الف جنيه تقريبا فالولاد اللي ما بيشترك يجيبوا منين؟ احنا اصبح فيه عندنا شكل من أشكال المباهال المرجوازية معلش بقى يعني يعني ايه العرق اليساني لازم يقب عندنا مباهال مرجوازية بتاعة أبهات وأمهات بيعتقدوا انه كلما أغضقوا على الأولاد بأموال أكتر مما ينبغي انا كده بدلع الولد وبدلع البنت وحبيبة أبوها ونور عين أمه والحاجات اللي زي كده وما فيش رقابة على هذه الأموال ومش قادرين يستوعبوا انه كل سن وليه ثقف مصروف ما لو انت ملياردير فيه ثقف مصروف يعني احنا شفنا وقرينا قصص مليارديرات مصريين بيتكلموا رب ولادهم ازاي حاجة يعني تفرح يعني مهم ازاي يتعابوا في القرش طبعا حاجة تفرح يعني تعرف التخوف منين تمان من اللي أهاليهم مش بيدوهم المبالغ دي يبوها منين هقولك بيبوها منين لإما بيمتوا قديهم وبياخدوا كلوس مش بتاعتهم ودخلين كده في قصة انحراف أخلاقي تاني لإما بياخدوا المستعمل من زميلهم قبل ما يترمي بياخدوه ويعبوه تاني فانت بتتكلم في مخاطر كمان صحية وعدوى ونقل عدوى وكوارث تانية خالص طب بلاش هل الأهالي دايما موافقين الأهالي عادة بيبقوا رابدين في الصين ده عادة النتيجة تبقى ايه لإما الولد بينحرف لإما بيهرب ويسيد البيت لإما بيبقى محتاجين دايما نقعده مع سيرابست يتكلم معاه طب الموضوع خد المصارس هحويتعالج ولا متعالجش فهينحرف ولا هيتسائب ولا هينتحر لما طالما في مقاومة ما بين الأبناء والأطفال على النحية التانية شاهدين ده طلب والله لازم ينزل لجنة عامة يعني حقيقي أنا عاملة أنا مش عاملة طلب إحاطة واحد أنا عاملة طلبين إحاطة عشان واحد في الحماية المستهلك في الرقابة على على المنتجات دي واحد في الصحة وعملة طلب مناقشة عامة بإمضاء عشرين عضو من عضاء مجلس النواب وعملة سؤال موجه برضو خليني معلش عشان إحنا بنتكلم تنواحي الاقتصادية برضو وأنا في اللغلة الاقتصادية برضو هل إحنا عارفين إن في دراسة جدوى اقتصادية تعملت وزارة الصحة في عشرين واحد وعشرين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنائي قالت في نتيجها إن كل جنيه بيتصرف في مكافحة بيوفر للبلد أربعين جنيه في معالجة أضراره طب عملنا إيه بالدراسة دي اللي استرف عليها بطير برضو أنت كده تيجي تنورينا وتشرفينا بقى نعم كده تيجي تشرفينا بقى لا والله أصدق أنا عجبني جدا التجميع اللي قلتيها دي ما بين طلبات حاطة وما بين سؤال لا دي الحكاية كده إيه محتاجا لها إنه يتم منقشتها فعلا بمنطقة تفصيل ونشوف إيه اللي هيتم وأنا هجاء أحضر معاكم بقى في اللاجنة وأنتم بتناقشوا الطلب ده بالمناسبة لأنه ده طلب أظن يهمنا كلنا يعني خاصة وإحنا كلنا عندنا يعني عيال في هذا السن أشكرك جدا 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 سات النائبة الدكتورة غدا علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترجمة نانسي قنقر